تواجه شيرين وقتاً عصيباً عندما ترى فرحات وبانو يقترباني من ناحية أخرى فرحات يقترب من بانو على أمل العثور على والدته عندما يأتي وقت الحساب للجميع سيكون فرحات على وشك اتخاذ قرار صعب وسيتعين عليه الاختيار بين حبه والأمل في العثور على والدته بتتبع الماضي فإن الحقائق التي يعرفها فرحات عن عائلته تضعه على طريق اللعودة يخاطر فرحات الآن بكل شيء لمعرفة المزيد والعثور على والدته ومن ناحية أخرى يشعر سليم بالقلق على فرحات ويحاول جعله يتخلى عن هدفه لكن فرحات مصمم على العثور على والدته خيار صعب ينتظر فرحات الذي يدرك أن كل ما يصادفه في هذا الطريق قد يجعل الحب بينه وبين شيرين مستحيلنا من ناحية أخرى كل خطوة يخطوها فرحات للعثور على والدته تقوده إلى بانو بانو آخر ممثل لعائلة كارالي إحدى أقوى العائلات في البازار الكبير هي امرأة قوية تعطي الأولوية للوظيفة التي ورثتها عن والدها ولقبها ومنزلها قبل كل شيء يلتقي بالنجار فرحات الذي يطرق بابه لترميم القصر التاريخي الذي ورثه عن عائلته والذي يعتز به حدث مؤسف يحدث لهم ويجمعهم معا مرة أخرى شقيقتان بانو وشيرين التان تعيشان بمفردهما في حياتهما الغنية والرائعة ولا يعلمون أن فرحات النجار المتواضع سيغير حياتهم حياة جديدة تنتظر فرحات الذي فقد عائلته في حادث مأساوي قبل سنوات وبانو التي كرست حياتها لأختها شيرين وشيرين التي كافحت في القفص الذهبي الذي سجنت فيه اللحظة التي يصطدم فيها علمان مختلفان وتتقاطع مسارات فرحات مع شيرين وبانو كارالي ستشعل حبا أسطوريا هذا الحب المليء بالجبال والعقبات التي لا يمكن التغلب عليها سيتحول إلى اختبار صعب حيث سيتم اختبار قلب الجميع تواجه شيرين وقتا عصيبا عندما ترى فرحات وبانو يقترباني من ناحية أخرى فرحات يقترب من بانو على أمل العثور على والدته عندما يأتي وقت الحساب للجميع سيكون فرحات على وشك اتخاذ قرار صعب وسيتعين عليه الاختيار بين حبه والأمل في العثور على والدته بتتبع الماضي فإن الحقائق التي يعرفها فرحات عن عائلته تضعه على طريق اللعودة يخاطر فرحات الآن بكل شيء لمعرفة المزيد والعثور على والدته ومن ناحية أخرى يشعر سليم بالقلق على فرحات ويحاول جعله يتخلى عن هدفه لكن فرحات مصمم على العثور على والدته خيار صعب ينتظر فرحات الذي يدرك أن كل ما يصادفه في هذا الطريق قد يجعل الحب بينه وبين شيرين مستحيلنا من ناحية أخرى كل خطوة يخطوها فرحات للعثور على والدته تقوده إلى بانو بانو آخر ممثل لعائلة كارالي إحدى أقوى العائلات في البازار الكبير هي امرأة قوية تعطي الأولوية للوظيفة التي ورثتها عن والدها ولقبها ومنزلها قبل كل شيء يلتقي بالنجار فرحات الذي يطرق بابه لترميم القصر التاريخي الذي ورثه عن عائلته والذي يعتز به حدث مؤسف يحدث لهم ويجمعهم معا مرة أخرى شقيقتان بانو وشيرين التان تعيشان بمفردهما في حياتهما الغنية والرائعة ولا يعلمون أن فرحات النجار المتواضع سيغير حياتهم حياة جديدة تنتظر فرحات الذي فقد عائلته في حادث مأساوي قبل سنوات وبانو التي كرست حياتها لأختها شيرين وشيرين التي كافحت في القفص الذهبي الذي سجنت فيه اللحظة التي يصطدم فيها علمان مختلفان وتتقاطع مسارات فرحات مع شيرين وبانو كارالي ستشعل حبا أسطوريا هذا الحب المليء بالجبال والعقبات التي لا يمكن التغلب عليها سيتحول إلى اختبار صعب حيث سيتم اختبار قلب الجميع تواجه شيرين وقتا عصيبا عندما ترى فرحات وبانو يقترباني من ناحية أخرى فرحات يقترب من بانو على أمل العثور على والدته عندما يأتي وقت الحساب للجميع سيكون فرحات على وشك اتخاذ قرار صعب وسيتعين عليه الاختيار بين حبه والأمل في العثور على والدته بتتبع الماضي فإن الحقائق التي يعرفها فرحات عن عائلته تضعه على طريق اللعودة يخاطر فرحات الآن بكل شيء لمعرفة المزيد والعثور على والدته ومن ناحية أخرى يشعر سليم بالقلق على فرحات ويحاول جعله يتخلى عن هدفه لكن فرحات مصمم على العثور على والدته خيار صعب ينتظر فرحات الذي يدرك أن كل ما يصادفه في هذا الطريق قد يجعل الحب بينه وبين شيرين مستحيلنا من ناحية أخرى كل خطوة يخطوها فرحات للعثور على والدته تقوده إلى بانو بانو آخر ممثل لعائلة كارالي إحدى أقوى العائلات في البازار الكبير هي امرأة قوية تعطي الأولوية للوظيفة التي ورثتها عن والدها ولقبها ومنزلها قبل كل شيء يلتقي بالنجار فرحات الذي يطرق بابه لترميم القصر التاريخي الذي ورثه عن عائلته والذي يعتز به حدث مؤسف يحدث لهم ويجمعهم معا مرة أخرى شقيقتان بانو وشيرين اللتان تعيشان بمفردهما في حياتهما الغنية والرائعة ولا يعلمون أن فرحات النجار المتواضع سيغير حياتهم حياة جديدة تنتظر فرحات الذي فقد عائلته في حادث مأساوي قبل سنوات وبانو التي كرست حياتها لأختها شيرين وشيرين التي كافحت في القفص الذهبي الذي سجنت فيه اللحظة التي يصطدم فيها علمان مختلفان وتتقاطع مسارات فرحات مع شيرين وبانو كارالي ستشعل حبا أسطوريا هذا الحب المليء بالجبال والعقبات التي لا يمكن التغلب عليها سيتحول إلى اختبار صعب حيث سيتم اختبار قلب الجميع تواجه شيرين وقتا عصيبا عندما ترى فرحات وبانو يقترباني من ناحية أخرى فرحات يقترب من بانو على أمل العثور على والدته عندما يأتي وقت الحساب للجميع سيكون فرحات على وشك اتخاذ قرار صعب وسيتعين عليه الاختيار بين حبه والأمل في العثور على والدته بتتبع الماضي فإن الحقائق التي يعرفها فرحات عن عائلته تضعه على طريق اللعودة يخاطر فرحات الآن بكل شيء لمعرفة المزيد والعثور على والدته ومن ناحية أخرى يشعر سليم بالقلق على فرحات ويحاول جعله يتخلى عن هدفه لكن فرحات مصمم على العثور على والدته